اهلا وسهلا بكم. قبل كده عملنا فيديو عن منع التكرار في الاكسيل. وفي ناس كتير قالت الفيديو مدتي صغيرة ومش عارفين نطبقه. فطبعا اه النهاردة هعمل لكم الفيديو طويل شوية او بالطريقة تبقى باستفادة اكتر لان الريلز طبعا مشكلتها ان مدتها بتبقى دقيقة او دقيقة ونصف فمش بقدر اوصل المعلومة كاملة فيها. فيلا بينا نشوف لو عايزين نعمل دلوقتي نمنع التكرار في عمود مسلا عندي تلك اعمدة. الاسم والعنوان ورقم البطاقة ورقم البطاقة ده انا مش عايز يتكرر. يعني هتبقى ارقام فريدة مش عايزها تتكرر. طيب اول حاجة خالص بعلم على اللي هو فيه رقم البطاقة او الرقم اللي انا العمود اللي انا مش عايز عايز امنع التكرار فيه من فوق كده بيعمل لي سهمة بدوس عليه. وباجي على تبويب داتا من فوق هنا. وبنزل على حاجة اسمها داتا فاليديشن. اهي. داتا فاليديشن. بدوس عليها. بيفتح قائمة زي كده. من فوق هنا بيمكتوب. اهي. من تحتها اه بلاقي تمام? فبعلم عليها وانزل على تمام? بيفتح لي تحت هنا مربع او خانة اللي هي بتاعة الفورمولة. فانا المعادلة اللي انا هستخدمها اللي هي معادلة كونت اف. اولا لازم تكون اللغة في الشريط انجليش. انجليزي يعني. بكتب يساوي. كونت اف. المعادلة هيهيب الكامل. بقول يساوي كونت اف. هكتب لكم المعادلة تحت برضو تحت 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 الفيديو. بس نراعي ان انا عندي رقم الاعمدة. يعني لو العمود عندي دي وانت جيت تعمله في الا او الاف مش هتنفع معاك المعادلة. فلازم حضرتك تغير العمود او اسماء الاعمدة والسيلز من المعادلة نفسها. تمام? فهنجي هنا نفتح قوسة اهو بشفت ورقم تسعة في الكيبورد. بعد كده هبدأ احدد له النطاق اللي فيه الرقم القومي كله بقى هنا بيديني سامة وبدوس عليه. قال لي هنا الدي تو دي. تمام? اللي هو العمود كله واخد دي اهو. تمام? طيب. بعد كده بعمل ايه? هدوس على فصلة عندي. الفصلة دي اللي هي حرف الو في الكيبورد. فيه اصدارات تاني للأوفيس اللي هي اقدم من الفين وتلاتتاشر بتبقى فصلة منقوطة. فنركز في الموضوع ده كويس. اللي هي حرف الكاف في الكيبورد. فحضرتك تشوف الاوفيس اللي عندك. ازا كان فصلة او فصلة منقوطة. علشان المعادلة تشتغل مع حضرتك. طب تمام? انا اديته فصلة هنا هو. يعني انا كده ايه? بدي له امر تاني. بعد الاولاني بعد تحديد الدي اللي هنا ده. طيب. هدوس هنا على اول خلية في العمود. سوري. في الرنج اللي هو فيه الرقم البطاقة. اهي. خدها اهي خد رقمها دي وان. بعد كده هقفل القوس بشفت ونمبر زيرو في الكيبورد. وبعدين هكتب يساوي في الكيبورد برضو واحد. واحد دي يعني توافق تاني. تمام? طيب. دي خلاص كده المعادلة عملناها. هنيجي بقى في الحاجات اللي تظهر لي. اللي هي ايه? الرسالة الخطأ. طيب بيقول لي لما لقيت اكرار اعمل ايه? هنا كاتب وعلامة غلط ايه. تمام? ممكن تختار انت حاجة تانية مثلا. تمام? لكن هي افضل. وهنيجي هنا في هنقول له خطأ. او الرسالة اللي حضرتك عايز تظهر للمستخدم لما يكون بيكرر الجملة. او لما الجملة تتحط مكررة وتظهر. انا حطيت هنا خطأ. تمام? هاجف المربع اللي تحت هو هحط له رسالة. ادي الرسالة نصها مثلا. هزا الرقم موجود من قبل. تأكد من الرقم الصحيح وقاعد المحاولة. تمام? طيب. ندوس اوكيه يا جماعة. ونيجي هنا مثلا هنكتب خمسة اربعة سبعة. طيب. ننزل علي تحتها نكتب خمسة اربعة سبعة. نيجي نسيب الخلية كده بصوا ايه اللي زهر معي? هنا رسالة خطأ اهي? بيقول لي هذا الرقم موجود من قبل. تأكد من الرقم الصحيح. وقاعد المحاولة. يبقى احنا كده نفزنا. طيب. هقول له ريتري. وارجع اكتب فين? لو لقيته عمل لي كده هدوس سكاب في الكيبورد. وارجع اصح الخطأ اللي انا عايز اعمله. تمام? كده خلاصة وتمام. واحد اتنين تلاتة مسلا صحة هي? اكتب واحد اتنين تلاتة تاني وادوس انتر هيقول لي غلط. هدوس انتر تاني واقول له واحد اتنين تلاتة اربعة مسلا هيقبل مني. وهكزا. طيب. ده بالنسبة للاعزائي الافاضل اللي هم بيشتغلوا باصدار اكسيل انجليش. بيجي بقى الحبيبي اصحاب الاصدار العربي. طيب احنا على هوم زي كده هتيجي حضرتك من تبويب هوم تروح لتبويب بيانات اهو. وهتحدد النطاق اللي حضرتك هتشتغل عليه. هشتغل عديه اهو العمود ده. مش عايز اي ارقام بطاقة تتكرر فيه. تمام? ما فيش اي مشكلة. بعد ما وقفت على بيانات من هنا. هاجي هنا على السهم اللي هو فيه التحقق من صحة البيانات. واقول له التحقق من صحة البيانات. تمام? وادوس عليها. بتزهر لنفس القائمة هنا. معيار التحقق هنا السماح اللي هي كانت في الانجليش اللاو. ماشي هنا اي قيمة? اللي هي بالانجليش. فبختار منها مخصص. اللي هي custom اللي عملناها. هنيجي هنا في شريط الصيغة او المعادلة او الفورمولة. وهنقول له كونت اف. اتفقنا اللغة لازم تكون انجليش. بكتب يوسي اوي. كونت اف. بفتح قوس. بختار الرنج او العمود اللي فيه رقم البطاقة كله من فوق من هنا. مجيش هنا وادوس. بادوس من هنا. لما يبقى عملي سهم التحت. خلاص عمل مربع هنا وخاد رقم العمودة هو معي. بادوس فاصلة. اللي هي حرف الواو في الكيبورد. واتفقنا ان فيه اصدارات قبل 2013 بتبقى مش فاصلة. بتبقى فاصلة منقوطة. اللي هي حرف الكاف. فحضرتك تعرف اصدار الاكسيل اللي عندك بيشتغل. بيفصل بايه? بالكومة? ولا بالسيمي كولم? تمام? طيب. فاصلناه. نعمل ايه تاني? ناخد اول خلية في الرنج اللي احنا هنمنع التكرار فيه. نجي افلين القوس بشفت ونمبر زيرو. في الكيبورد. بعد كده نكتب يساوي. بعد كده هكتب له واحد. يعني توافق تام. طيب كده انا خلصت المعادلة. هروح على تنبيه الى الخطأ. هنا عندي اقافة اهو. هاجي هنا واقول له. اخلي اللغة بقى عربي اقول له خطأ. تحت هنا الرسالة اللي عايز تكتبها. يعني هنا ممكن اقول له مثلا الرقم خطأ. وصحة شوية. ايه. اي حاجة انت عايز تكتبها. تزهر للمستخدم هتزهر له. طب ندوس موافق كده. وهاجي هنا. هقول له مثلا اربعة خمسة سبعة. نفترض ان ده الرقم القوم. هنزل تحت واقول له برضو اربعة خمسة سبعة. وادوس انت. بصوا كده ازهريت لرسالة ايه? بيقول لي خطأ. الرقم خطأ وصحة شوية. فده معناه ان حضرتك اي رسالة خطأ بتحطها. بتزهر له. اياك تكتب اغنية جوا الرسالة. هتزهر معاك. تمام? وبكده نبقى استفادنا في موضوع تكرار الرقم القومي او منعة اكرار الرقم في الاكسل. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنساش الفولو والشير واللايك. واهم حاجة تعمل شير للفيديو علشان غيرك يستفيد. لانا تعمل شير للفيديو غيرك هيستفيد فانت هتكسب معايا الزواب في نشر العالم. تاني حاجة بقى اقدر مجهودي وتعبي واعادي ومنتاجي على الجهاز. وحط لي اي تعليق جميل منك. ده لو انا استهل التعليق. ما استهلش التعليق اتفرج واخرج وما فيش اي مشكلة. وفي اخر الفيديو بحبكم في الله. والله باعتبركم زي اخواتي. ولو حد عنده اي حاجة في الاستفسارات يكتب لي وانا عنايا ليه. بس رجاءا لو اتأخرت عليك شوية اعرف ان انا ببقى مشغول. مش قاعد متاح 24 ساعة على السوشال ميديا. وكلامكم واقتراحاتكم واسئلتكم كلها فوق دماغي. بس واحدة واحدة على بعضينا. وما تنسوش زي ما قلتلكم الفولو والشير واللايك. وتابعوني. كان معكم محمد مبروك من صفحتكم او قناتكم المفضلة. نبزة ابداعية. استنوني مش هتلاقوا الفيديوهات دي على اي قناة تانية. شكرا. ولو حابب تتعلم اكسل صح شرفني بانضمامك لكورس الاكسل على قناة نبزة ابداعية على يوتيوب. وكمان في نهاية الكورس هتاخد كتابين الاول عن اهم الدول في الاكسل والتاني تعليم الاكسل من البداية مع شرح كافة القوائم وطريقة التعامل معها. شرفني بالانضمام وسدقني مش هتندم. شكرا. موسيقى موسيقى